موسيقى وزير التعليم العالي للبحث العربي يشفو على تغارج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو وصول أشغاله في طريق أشميم بكتلحواش إلى مراحل متقدمة بعد نحو سبعة أشهر من وضع حجره الأساس موسيقى تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتياج أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا اهلا بكم من شديد احتضنت باحث المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو حفلا تربويا بمناسبة تخرج الدفعة الثالثة عشرة من طلابه أشرف على الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطات الإدارية والجهوية بحضور جمع من المدعوين وآباء التلاميذ تعليم التكنولوجي بيروسو يتوج سنة الدراسية المنتهية بحفل ختامي أشرف على فعاليته وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيانج مامادو بمعية والد رازا محمد أحمد مولود الحفل الذي خصت فقرته لتوديع الدفعة الثالثة عشرة من خريجي المعهد وتكريم المتفوقين في الامتحانات النهائية من كل شعبة استهله المدير العام للمعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو بكلمة ترحبية ضمنها تقديما للمعهد وما يطلع به من دور كبير في تكوين وتأطير الكادر البشري لقد كان افتتاح المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو عام 2009 حدثا بارزا في تاريخ البلد وإضافة نوعية لمنظومة الأكاديمية وإذانا باحتضان أفواج من الطلاب حازت أول دفعة منهم شرف التخرج في نهاية السنة الجامعية 2011-2012 بتخرج هذه الدفعة الثالثة عشر التي بين أيدينا اليوم والتي تضم 81 خريجا يصل مجموع خريجي المعهد العالي خلال مسيرة الأكاديمية إلى 1040 خريجا ولقد حافظ طلاب المعهد العالي الذين اتيحت لهم فرصة مواصلة الدراسة بالخارج على التمييز والتفوق كعادتهم وما شجع المدرسة العليا متعددة التخصصات بمكشوق على فتح أبوابها أمام طلبة المعهد العام الماضي وللمرة الأولى حيث انتهزوا الفصة للتمييز على نظرهم القادمين من المؤسسات الموطنية الأخرى لقد احتل المعهد أولوية خاصة في سياسات الدولة الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي بالبلد ولقد حظي المعهد بتنويه في خطاب فخامة رئيس الجمهورية متأحدا بتوفير جميع المتزمات الضرورية ليتبوأ المعهد مكانته المنشودة كقطب تكنولوجي يعتمد عليه في البحث عن حلول استراتيجية لبدء في مجال التنمية الزراعية وقد تمثل هذا الاهتمام في توسيع البنية التحتية للمعهد توسعة النوعية لاستعاب المزيد من الطلاب وتكوينهم في تحصصات تعتبر طوق نجاة للوطن وتشجعا لهم على ما بذلوه من جد ومثابرات طيلة السنة الدراسية المصرمة شهد الحفل تكريم الطلاب الذي ينال بشدارة الرتبة الأولى من شعبة الهندسة الزراعية ونظم البيئية والرتبة الأولى من شعبة الهندسة الإكتروميكانيكية والرتبة الأولى من شعبة الانتاج والصحة الحيوانية والأولى من شعبة العلوم والتكنولوجيا الغذية لتتوالى بعد ذلك التكريمات التي طالت أيضا الفائزين الروائل من السنة الثانية والفائز الأول من السنة الأولى وباسم طلبة الخريجين عبر الطالب صنب الشيخ فال عن امتنانه وزملائه في الدراسة للآباء أولا ثم لطاقم المعهد على ما أحيطوا به من اهتمام طيلة مسارهم التعليمي الذي توجب بالنجاح والتكريم من أعلى هرم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي قاعة الاجتماعات بالمعهد ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيانج وامادو اجتماعا بطاقم الإدارة والمدرسين تم خياله تقديم عرض تعريفي بالمعهد وتخصاته العلمية والتقنية أكد عدد من المواطنين من وقشوط أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ونبدي خطاب الكراهية وكل ما مش شأنه زعزعة الأمن وحث المواطنين في بقابلات مع قناة الموريتانية على ضرر التعيش السلمي بين كافة مكونات الشعب والحفاظ على الساكينة العامة قديت الوحدة خطوط حمراء هذا الشعب نبيل والشعب قليل وياتنا تقود وحدتنا لا وحدة من جميع الشرايح والوحدة هي هي نحنا حاكم نشين قالوا الإيمان الدين ووطننا ما هو أكبر من اللي يعدل فيه هذا نحنا قليلين ونختار نقود وحدتنا وحدة وكلمتنا وحدة ونختار نقود وكلمتنا وحدة في وطننا ما فيم ميس عنصوري ولا فيم شي نحنا كاملين واحد ونظروا لا وحدتنا شي أخر ما نظروا الوحدة الوطنية شي مهم ولا ما صوب عنها ودولة كي هم موريتان قطن عنها ذي اللي ينقال الوحدة الوطنية معززة ولا لاحقها شي وذو كل حد معروف وجميع شرايح المجتمع المويتاني يمتعايشين وذرية بعضها من بعض ولا في شرايح نفوسهم اللي ينتمشي في الشارع وتشفي ذا كامل شو عنهم ما فيم شي بينهم ما فيم شي بينهم خلاف الخلاف يقدعود سياسي قطعا يقدر ما يلحق مرحلة على المجتمع يقعد يلحق الشي لا يمس من أمنه ولا هي الشي لا يمس من التماسك والاجتماعي اختروا إن شاء الله الشعب لا يعود متواحد متماسك ويسلك من ياسر من الكرويات اللي يفكوا ويعود متحد إن شاء الله طيب شد الوحدة الوطنية شكلة أساسية بالدولة دولة ما عنده وحدة وطنية لذلك لأيض دي جبار أسلم من المباسد ويرغل تجباره وحدة وطنية لشكل أساسي نحن دولة لتشكال يارضت في الدخاء اللي يرغب ما يفينا كاملين نحن دولة لا بده ما عاد نسبة الميزة الأنصاري ما يينجينا على عربين إلا بالتقوى وإحنا كشعب موريتاني وإحنا كموريتانيين ككل وحكام محكومين ما نملكه ماذي الأرض اللي بين يدينا ولا ينقدوا نحافظ عليها ويجمعنا عليها اللي شي نقال له الوحدة والأمن ما دمنا جابرين فيها الأمن والاستقرار يا الله نحافظ عليه بجميع النواحي اللي نخرصوا هالي الدول المجاورة ذالي تعيش من قلة الأمن ومن قلة الاستقرار نحن صراحة نعرف عنه ما يخدمنا ولا يصلحنا لأن يخدمنا ويصلحنا اللي نعرف علينا أمة محمدية ومسلمين وتشمعنا لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش وفرضنا بنزاهة وبحرية وبأمن واستقرار ننصح المجتمع الموريتاني كامل اللي أعلنه يحسن بعد نحن قاموا وحدا لنقالوا الدين هذا هو أهم شيء الدين هو الموحدة والكراهية وما شابه والمشاكل اللي تألقوا بالكراهية يا الله الإنسان اللي يعد هو قاموا باعدوا عن فكره لأنه ما هو صالح بلادنا ونحن كاملين واحد حقيقة كاملين واحد يسوصل منا صونيكي يسوصل منا بولار يسوصل منا الولوف ونتخرص ملي قاموا بالناس كاملين حتى أحد شايفة اللي هي قاموا بالمرصة وكان يقرأ بأنها كامل الحمد لله لأناس واحد قاموا بالمشاكل المواطنين اللي كانوا في عزلة تام ولا جايهم مدوة ولا جايهم شيء بهم صعب الطريق واذا هم وتباركوا معاه الحمد لله واذا هو بادة وزين تبارك الله عندنا وشاكلين إليه الدولة وشاكلين إليه رئيس الجمهورية بهذه الغبارات جاء تعبير هذا الرجل عن فرحته بهذا الطريق الذي يشكل في مساره تكملة لطريق الأمل أمل كان معلقا في مخيلة سكان مقاطعة ظهر قبل أن يتجسد على أرض الواقع فالمقطع الثاني من طريق يسمي من بيكة الحواش يدخل بداية المرحلة الآخرة فيجري الأول وفي هذا المقطع الآخر تتم تهيئة الأرض واستصلاحها لوضع طبقة الأولى وهنا وصلت إلى مرحلة متقدمة بينما أصبحت هنا جاهزة لمرحلتها نهائية المقطع يتكون من 58 كيلومت 10 كيلومت الأولى في المراحل الأخيرة وال10 كيلومت الثانية في المراحل قبل الأخيرة وال10 كيلومت التي تليها في الأعمال التمهيدية معناها المقطع الضرك 50% منه فيها الأشغال نحن اليوم في المرحلة الأخيرة من المقطع الثاني اللي هي مرحلة النهائية اللي هي وضع طبقة الإسفلت وهذه سابقة من نوعها بالمشروع اللي هو فقط 6 أشهر وضع حجر الأساس من طرفة خامة رئيسة الجمهورية محمد الشيخ الغزواني فاشن ميم وهذا تجسيد لرؤية الإدارة العامة لشركة أتيتيم من أجل تنفيذ الأشغال في الآجال المحددة تجسيدا لرؤية فخامة الرئيسة الجمهورية لفك العزلة عن جميع نقاط الوطن يبلغ طول المقطع الثاني من طريق أسمين بيك الأحواش الذي تنفذه سركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة آتت أم 58 كيلومترا بغلاف مالي بلغ 5 مليارات أوقية قديمة وينتظر السكان نهاية الأشغال بفارغ الصبر فالأشغال تشير بوتيارات متسارعة وفرت لها الشركة كافة ظروف اللوجستية والمادية هاي الطريق ما خالق شيء أمورناك عندنا ولا يقرر هنا من تعدالها وشاكريا على الرئيس الجمهورية شاكريا الرئيس الجمهورية شاكريا الدولة كاملة على هاي الطريق اللي جابت لنا كنا هنا تواصل النقل متينة كنا هنا تيجيب لنا ملانة نهرات متانات والله شيء والطريق ما هي خالقة ما هي قد حد يجينا وحتى الوتى الكبيرة ما هي قد وصلنا قا كيهما الناقل ما هو خالق هاي الطريقة وارك لنا عدنا قد نقلوا نقلوا لهم رضلنا رقاه يقدي يمشي وعاد الوتاة يقد وجونا هاي الطريق ما كانت صح عندنا ولا هارك شيء أمورناك عندنا منها ولا قرر فينا منها ويأتي إنجاز هذا الطريق في إطار سعي السلطات العليا إلى فك العزلة عن جميع المقاطعات والتجمعات السكانية ضمن استراتيجية تهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية ودعم التنمية المحلية من خلال توفير بنا تحتية طرقية ستمكن من تسريع حركة النقل العام والخاص بين المدن والأرية وينتظر أن تنتهي الأشغال في هذا الطريق في مارس من العام القادم إلى شمالي البلاد حيث يعد مركز استقبال المواطنين في مدينة الزوارات أحد أهم المركز الخدمية العمومية في المدينة المنجمية لارتباطه الوثيق بالحياة العامة لسكان ويستقع المركز يوميا عشرات المواطنين والأجانب المقيمين الراغبين في تسوية حالتهم المدنية يتوزع عمال المركز الجيوي لوكالة الوطنية للسجل السكان والوثائق المؤمنة في مدينة الزوارات بشكل تلقائي على العمل يوميا تحت إشراف المدير الجيوي الوكالة من أجل تقديم الخدمات الضرورية التي تساعد المواطنين والأجانب في الحصول على حقوقهم المكتسبة عبر استصدار الوثائق المدنية الثبوتية المطلوبة الزوارات هنا مدينة حجمها كبير وفيها فيئات بطنية كاملة ودائما بطاقة التعريف هنا اقبال عليها معتبر دائما بالنسبة لإجراءات باطلة تطلب الحصول عليها نحاول دائما عن سيابية العمل وتوفرها ومدينة فوقات الدوام كاملة خلال أيام الأسبوع لكن مواطن كامل جفي وقت يجبار هذه الخدمة لدور تسبب الصقاء هذه الخدمة تتعلق لها بطاقة التعريف تسبب تتعلق بجوازات السفر ولا تتعلق مودي بالنسبة للمقيمين هنا دمعانا في الولايات يخضع مرتادو المركز لبعض الإجراءات الإدارية المطلوبة من أجل الحصول على الوثائق وفق ضوابط معروفة تمكن من حصولهم بسهولة على وثائقهم المدنية جونا هون المواطنين لصفات وحدين منهم لا يعدلوا بطاقة تعريف جديدة كيف طلب أول وحدين لا يعدلوا بطاقة تعريف ثانية كيف طلب ثاني لا يجدوها تجديد وجونا الموارد لجدود ويعمل فريق العمل داخل المركز كخلية نحل من أجل تقديم الخدمة الضرورية لمواطن بما يسمح بانسيابية العمل ويعد مركز استقبال المواطنين بالنظر إلى الخدمات اليومية التي يقدمها لمرتاديه أحد المرافق العمومية المهمة التي تجسد مبدأ تقريب الخدمة من المواطن سيد حمود الوكر سيرا زولات الموريتانية تستخدم واحات النخيل بقرية تويزيكت غرب مدينة أطار الباحثين عن الراحة والاستجمام في موسم القيطنة وتنتج هذه الواحات النوعية مختلفة من الرطب التي تشتذب العديد من هوات القيطنة يتم من التمور الطازجة المتعددة لإشكال والأنواع يتم حصادها داخل إحدى واحات النخيل بقرية تويزيكت ضمن مظاهر موسم القيطنة ويعتمد جني التمور الرطبة على وسائل وساليبة تقريدية تضفي طابعا خاصا غرب نتبارك المعات تقلع نقلع الحمر والمدين وتجبات ولا تقلع وتوه الصيفة غطرة موسم الصيفة ولا إذا هو حالة الصيف يتبارك رجاج ما يطلع وتوه النقل ويقلع يطلع بالشل ومرة يطلع ما هو الشل ويقلع وتوه يطلع وعين سيوتين وذلاذ واربع وعين عدل الكياس وعين الكامل اللي يخلي مرتدون جاءوا من الجلس المتاعي بأجواء القيطنة وطقوسها في كنف باسقات النخيل القيطنة فيها متعة راحة نفسية وراحة ملي بدنية ملاهي يبدأ الجو يجبر ياسر من الصحة وطبيعية ويتخلص من ياسر من المرات ويتخلص من ياسر من الروماتيزم اللي متعلقة بالبرودة اللي في العاصمة وياسر من الجوال وفوقه هذا يجبر الهواء النقي الهواء اللي طبيعي يسألك من الغبار ويسألك من دخان السيارات وذلك الأمور الثاني ويتحدث أصحاب واحات النخيل هنا عن وفرة في المنتوج لهذا الموسم من نوعيات التمور المختلفة الانتاج فيها تخلق منه قدر وبليدات اللي فيهم الحند لله هي إلمه وذاك انتاجهم زين زين ما خاصر عليه شيء والأحوالهم زين الانتاج اللي حزنا عليه وتريني نعدل منه غبايتنا وغايت الناس اللي معانا اللي نقاطنا معانا نقسموه ونبيعوه ونعدلوه ذاك اللي يصلا نعدلوه فيه من شي هو اللي يعدلوه والصالح القيطانة جاية جاية كانت عقب الزرق كيف اللي ما كانت موجودة قريب ومساعدة اللي وفا الزرق وذوك اللي هي عادت جاية الحمد لله لبليداته وبذلك يتعيش منطقة تويزكت على وقع موسم القيطانة وما يستطيع من الباحثين على السجمام والراحة تحت ظلال النخيل الوارفة الفاغة والشيباني قناة الموريتانية قرية تويزكت دوليا أعلن مصدر عسكري سوري مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق وقال المصدر في بيان ارتقى شهد عسكري وأصيب ثلاثة آخرون بجراح إثر عدوان جوي شنه العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليلة أمس وأضاف أن العدو انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية وأن الدفاع الجوية السورية تصدى لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقط عددا غير قليل منها تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الأمريكية الرئاسية دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أم استحدد هوية المتهم بالمحاولة الذي تم تحييده على الفور قال مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم إنه حدد هوية توماس ماثيو كروكس باعتباره الشخص المتهم بإطلاق النار مساء السبت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأضاف المكتب أن التحقيق ما زال جاريا لاستخلاص المزيد من المعلومات وذكرت تقارير أمريكية أن كروكس كان منتسبا للحزب الجمهوري وتخرج عام 2020 و2000 من مدرسة بيذيل باراك الثانوية كما أنه لا يملك أي سجلات جنائية سابقة الرئيس الأمريكي جو بايدن سارع إلى إدانة الهجوم على منافسه الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس بايدن تحدث مع ترامب وقد أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس في إطلاق نار أذناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي بنسلفانيا وأوهرت لقطات مصورة أصوات أغيرة نارية متعددة أذناء كلمة ترامب كما أوهرت الصور دماء على أذنه وأوهرت اللقطات أيضا أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع يده في الهواء وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن هناك تحقيقا نشطا في واقعة إطلاق النار وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها وقال الجهاز إنه اتخذ تدابير وقائية وإن الرئيس السابق آمن مؤكدا أنهم قتلوا مطلق النار لكنه لم يذكر تفاصيل عنه كما ذكر البيان أن أحد الحاضرين قتل بينما أصيب ذناني إصابات حرجة وكثفت شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية على برج ترامب ومعالم بارزة أخرى في المدينة بعد إطلاق النار وقد أعلنت حملة دونالد ترامب الانتخابية أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل وقالت الحملة في بيان إن الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعا بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة وصلنا مشاهدنا الكرام إلى ختم هذه النشرة عبدالتذكير بالعنور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على تخرج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو وصول الأشغال في طريق أشمي من بيكت الحواج إلى مراحل متقدمة بعد نحو سبعة أشهر من وضع حجره الأساس تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيار أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي بولاية بيسلفينيا تابعة أوقاتكم ومشاهدين الكرام بكل خير واللقاء ترجمة نانسي قنقر